يا هلو والله بالجميع معاكم الوجيه واليوم معايا الوانبيسي الكبير المحنك المدقدك اللي يحافظ وانبيس من الصفحة صفر إلينا الصفحة 1093 الفصل 1093 يا سلام إبرا شانكس دقيقة دقيقة 93 ولا 94 94 عفوا 94 سلام يا رقم يا ما رفنا بعيد يا إبرا يا صحيح 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 بعدين إذا وصلنا إذا قربنا من 1100 يصيري إيش تبدأ يقل الضيعان نقول إن شاء الله ذا السنة خلاص إن شاء الله 1100 1100 السنة دي إن شاء الله 94 60 60 70 60 ستة سابيع في السبع الجاي في فصل تكفى في فصل إن شاء الله شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب طيب يا إبرا أنا والله العادة أجهز نقاط كذا وحوار ومدري إيش وعادة أكتب كذا نقاط معينة أكثر داخل كل نقطة علشان أفصل فيها بس للأمانة أمس قبله قبله كان يوم كانت أيام مرة مشعونة وبنت جود زي ما شفت أنت أمس قلت لك تعبت واسعفناها في الليل وتخربط نوم زيادة الحمد لله ما فيها للعافية أنا تشرف يا رب إن شاء الله الموسمية هذه الظاهر بدت تخبط في الناس لأنه حتى عيال أختي كله منعطب وفجأة أنا خبطتني أسبوع هذي كافية أنا ترى برضو خبطتني بس قبلك يمكن بأسبوع بس أنا عندي قانون إذا جيت إذا حسيت جوب إني كده بداية مرض على المستشفى على طول نبدري طيق أعطيني إبرة في العضل واللي أعطيني إبرة في الوريد واللي أن كان مغذي نبدري أقتلهم البداية ومع ذلك أنكبس ليومين ثلاثة أقعد كده شوية وجانت بس إنه إيش ما خليها تتمكن مني الحمى والحاجات هذه طيب إبرة الفصل 1094 هبلوا لايك تترك في القناة ضبط المضبيط حساب إبرة شانك حساباته كلها ترى في تويتش متواجد في تيك توك متواجد في كل مكان الصلاة عن النبي يول فاون يول فاينهم إفري وير والله إبرة أنت مشروع يعني مشروع قناة زي أوداتشي أسعرف إنك منتفاضي يعني أحسك كذا أحسك كذا لو مسكت صورة تقدر تحللها وترجع كلا الفريمات قديمة وتربطها في بعض وتسوي فيديو خمس ساعات لا لا شعيب تخصص شعيب ذاك خلاص لا لا بعد الغلاف هذا في كوينة خلاص جوة هذا دا حين بينطلق بينزلك 20 ساعة أنا شفت ميم منزلينه 20 ساعة طيب بحكم كوينة والغلاف الغلاف مرة مثير للاهتمام كونو أصلا يتكلم عن المسلسل اللي بينزل من المانجا القديمة اللي سواها أودا خليني تكلم عن الغلاف هذا وأتوقع أنه عندك شوية معلومات عنه يثريني ويثري المتابعين فيها هو الأصل أنها حلقة بتكون يعني ما في مسلسل كامل وكذا عفوا حلقة هي بتكون حلقة وعمل قد نزل قبل ولا أظن أنه بيكون فيه تلميح إلا إذا كانت فيه إضافات مثل من أودا يعني مثل سالفة سلسل ريد كان أودا ترى ضايف بعض الأشياء ورابطها أي ورابطها بأشياء المانجا زي اسم شانكس وزي ما كانوا الناس يظنون وقتها أن ظهور شانكس في المانجا لجل تسويق الفيلم ما كان ظهور حقيقي فريد قصدك في الفيلم مو في المانجا ظهوره في المانجا كان تسويق للفيلم آها قصدك في وقته إنها كانت قبل ما ينزل الفيلم ظهر شانكس فكانوا الناس يقولون فان سيرفس ومدري إيه إيش كان ظهوره يوم يوم ثورة لخضر آه ثورة لخضر قبل فكان معها وقتها وصار بعدها جرد من أودا يوم جاي قابل كدفة قال إنه أصلا كان يظن أن تيتش بيروح بيستغل ضعف لوفي بما أنهم بعد المعركة يعني بيدخلوا بيستغل الموضوع كما يستغل دائم تيتش فجاي يحسب أن تيتش موجود ما جاي عشان أدميرال أصلا اي شيك بيشوفش الوضع وتفاجئ بوجود الثور ايه أصلا هو جاي في البداية أعطاك إنه من يبقابل لوفي معطيك الأمور بعدين عاد حول على سالفة الثورة الأخضر بما أنه شافة أصلا وهو عند الفكرة هذه أصلا هي فكرة تيتش تيتش هو اللي يسوي الحركات هذه فتفاجأ إن البحرية صم موجودين فقال يلا علماء أشي يلا إيش العبارة اللي قالها لهذه الدرجة أتخشون العصر الجديد أتخشون العصر الجديد طيب نرجع للغلاف ما أدري كيف غلاف فجأة عند شانكس يفترض إنه في الحلقة هذه ما أدري بس أعتقد أنه أنا ممكن نعرف شوية عن عن أصول زورو على الأقل هو ريومة هو الحلقة اللي نزلت أو الفصل اللي نزل قبل ما يسترى العمل كامل كان عن ريومة كان يعني عمل كامل بطله ريومة فهو لو بيعطيك بيعطيك سالفة ريومة مع التنين والموضوع هذا بس لو قلنا أن المونستر هو صدق حقيقة هو تابع لومبيس أو شيء قبل وومبيس مثلا يعني في التايم لاين وومبيس بس إنه من من زمن قديم من زمن قديم بيكون مهم للقصة بشكل مرعب فهمت؟ يعني أنت قصدك أنهم بيقتبسوا القصة مثل ما هي ما ممكن تحط إضافات لازم يحطون إضافات بالنسبة لي هو لازم يحطون إضافات بس الكلام وين يوجود؟ الكلام إلى الآن ما في أي شخص حدد وقت ريومة متى كل اللي قاعد نقوله هنا من من أربعمائة إلى كده من ثلاثمائة وكل شخص يختلف ممكن أحد يقول لك الكلام ذا غلط وممكن أحد يقول لك الكلام هذا صح ففيه اختلاف كبير في الموضوع وهذا أصلا شيء كبير إذا عرفت أنت وقت إذا أنت عرفت وقت ريومة لو قلنا مثلا ثمانمائة ومعنده شيء مستبعد مرة فبيكون على أيام الجوي بوي لو قلنا مثلا قبل الأربعمائة وهذا الشيء المشهور أو حواليها بيكون مربوط بتواريخ أخرى لو قلنا الميتين بيصير مربوط بالميتين اللي متكرر في الوضع الحالي مرة يعني مع سالفة اليوجن والعبيد ومع الروبوت اللي داهم المريج وغيرها من الأشياء اللي ذكرت قبل الميتين قبل الميتين قبل الميتين فتايم لاين وجود ريومة وسالفة قوة ريومة بالنسبة لي لازم أشوف منها شيء لأني دائما أقول لك أنا مربوط ريومة بزورو سيدة ما زورو ما ومربوط ببوه ومه وجده ومدري اش زورو على طول جده الأول على ريومة على طول هذه الفكرة على الأقل فعلا اللي ممكن حلو حلو بس يعني الغلاف ذا اللي حطين فيها ريومة وحطين فيه التنين الأسود وحطين فيه تقريبا كل الشخصيات اللي ممكن ترتبط بزورو سواء عن طريق سلالة زورو أو عن طريق وانو لا هو كلها فيه تشموسكي هذي كلهم تشموسكي ترى ايو ايو اه كلهم تشموسكي فيه يسوي يسوي تشموسكي وشمارو تشموسكي كوينة كوينة تشموسكي والمعلم ناس يسمع والمعلم تشموسكي وكوزوبارو تشموسكي اللي صانع السيف اللي صانع إنما حلو 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 جميل 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 هو ترى سالفة قطع التنين كان اليومة بسيف واحد وقطع راس التنين اللي هو تنين غربي ترى الموجودة الصورة مشهورة وكانت موجودة في العمل ايي بس انا اتوقع ذيك الأيام ما احد كان قادر يربطها إلا بالعكس أقولك شيء تراها تشابه لحد ما يوم زور وقطع راس التنين في بانك هازر في بانك هازر ترى فيه تشابه بالله ايه فيه تشابه اودة شيطان كلب والله شيطان شيطان لئيم لئيم طيب الفصل اليوم يعني تقريبا كلها اعتقد يعني بنسبة 70% كل الأشياء كانت متوقعة اللي هو انقلاب الباسيفيستا أو الباسيفيستا لأنه القرسي موجود وحتى لما جابوا سلم الصلاحيات فيقابانك هنا وفوق القرسي كل الأشياء هذه توقعناها من زمان وكلها تقريبا عرفنا سبب السبب الرئيسي لوجود القرسي هنا بس أنا جاء كده في بالي سؤال كده مدري توقعت كده ماهو أمل قوي بس كان عندي كده أمل ضعيف أنه ممكن فيقابانك كده مسوي حركة وضحك عليهم بالصلاحيات دي وما تشتغل صلاحياتهم بذي اللحظة ويصير قليتش ولا أي شي والله ما أدري أنا إيه ضئيلة شوف أنا فكرت الموضوع قد قلت ناقشته مع الشات عندي قبل فترة بس توصلت لأن الحكومة لازم تتأكد مية بالمية بمعنى أنك يلا يا فيقابانك أأمر سويت أأمر وأنني أمر ايه فالموضوع وفنا حكومة العالم ايه الموضوع صعب مرة وأعتقد حتى لو كان في شي مشابه زي كذا كان ريوك كبة العشاء من زمن بس الصدق يوريك 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 هو صدق بوجود أنا أنا أتكلم بالواقع بعيدا عن أنا الصدق خيب ظني فيقابانك فيقابانك ذكي عبقري جدا لدرجة الجنون ولكن هو ذكي مدرسة ذكي ذكي علم ذكي علم ذكي في الحياة مستحيل ما أظن أصلا حتى فاكهته فاكهة الدماغ اللي تسمح له أنه يتعلم أكثر بس شف ما ترفع معدل ذكاؤه ما ترفع بالضبط بس أنه فيه ثلاثة أشياء الآن موجودة ومعلقة على فيقابانك والثلاثة أشياء هذه إلى الآن هي ثابتة أنها ضد فيقابانك وأنها تنزل من قدر فيقابانك عندي الأولى اللي هو مصدر اللهب وسالفة إعطاء لحكومة العالم مجرد أنك ما تعطيه حكومة العالم أنت الآن هدمت بيدك دول فهمت؟ وهذا شيء يحسب عليك فهمت؟ حتى دراجون قال مستحيل وشيء ثاني سالفة كومة فهمت؟ لي ظهر لا أحس سالفة كومة إلى الآن ما نقدر نحصل ظهر في الفصل الأخير آخر فريم سالفة بنوصل لها سالفة الأمر إلى الآن يعني يجيك أمر وتنفذ على طول كده من كومة أكيد أنك مخفي شيء يرجع كومة لازم فهمت؟ أكيد بس إلى الآن الثابت هو العكس ما نقدر نقول تحليلنا وتوقعنا حتى كلامه مع أبوني كان يقول أنه ما في رجعة حواراته مع أبوني عند غرفة وعي كومة كان يقول كان يقول لها أنا ما نفاكل العقار بس كان يقول لها أنه أصلا أبوكي اللي أخذ الخطوة دي مع علمه أنه ما فيها رجعة خلاص الموضوع زي كده لا هو يقول صدق ما يمديه يرجع كومة بس طبيعي هو يقول لبنتها عشان ما تخرب فهمت؟ وهذا الأصل أنه فيه اتفاق أصلا بينه وثيمه هذا الأصل فروض يعني فأقول لك فيقبانك إلى الآن الأشياء اللي يسويها إلى الآن تحس أنها بشكل قدامنا في نفس الوقت تحس فيها شيء من وراء تحس ناقص مو بطبيعي فيه شيء ناقص فهمت؟ نفس ألفة مثل ما قلت لك اللهب هذه لازم يثبت العكس لازم يثبت لنا أنه صح ولماشي صح مثل ما أن دراجون كان يظن فيه الظن الحسن هذا مثل ما كنا نظن أنه فيه الظن هذا والآن سالفة روحته على أبوني فهمت؟ كان يدافع عنها الطفلة ومدري إيش وتحرك مع ذلك تحس أنه ويش تبين هذا نائب أدميرال يدوه سهولي معه فهمت؟ تحس فيه فيه إشياء متضاربة ما 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 دلوش أقول لكن إن شاء الله أنه يضرني أنا ممكن أحس أنه كده كأنه الذنب مثق الكاهل وعارف أحاس كده بالذنب تجاه الطفل الذي وبالذات مع حوار والله أعلم إيش الأشياء اللي صارت في حوار ثاني بينه وبين لأنه هو صار حوار بينه وبين فيقابانك إحنا للحين نجهله بعد ما دخلت غرفة الوعي بس إنه وصلت لقناة عنه خلاص وعن فاين بكمل حياتي أمور طيبة بس برضو في شي ميسنج أنها تأكدت أن الغلط ممن فيقابانك شافت شي شافت حاجة في الذكريات عرفت أنه فيقابانك يعني ما هو إلا عبد مؤمور تقريبا إذا إذن صح الكلام طيب شوف في نقطة هنا ممكن نوقف فيها اللي هي سالفة الطفلة شرائق سالفة الطفلة أنا ما عادني قادر أحكم لأني ما قادر أفهم الخط الزمني كوي يستبعبوني وأبوها شوف هو خط الزمني ظاهر لنا أنه قديم ليه لأن شكل كومة كان قديم شوي زي زي كان قديم شوي لكن هو الحقيقة أنا تكلمت أيام ما كانت فيه قناة الماقا وموجود المقطع حاطه في التكتوكيل الآن رغم أني أخطيت في بعض المصطلحات بس أن كنت أقول أن في أول ظهور البوني كانت موجودة كانت بشكل صغير وهي طالعة من الموية من موية بحر فالمفروض أنك تطع من موية بحر على الأقل بما أن الموية لا تلغي الفاكهة بس أنها تضعف مستخدمها أنت متحول مفروض إذا أضعفتك يبطل التحول أو على الأقل ينقص قوتك فأنت تفك التحول علشان يعني إجراء للموضوع فهمت؟ أوكي فهمت ما قصدي فهي طاحت على الطاقة مو هي صغيرة بشكل صغير فهمتني؟ هذا الكلام متها قصدك بعد الدوام؟ بداية الإقهد بعد الدوام يوم الدوام يوم الدوام تطيح عليهم هي طاحت بشكل صغير طاحت كأنها حورية كذا فهمت؟ أوكي وقتها طاحت قصدك طاحت وهي مستخدم الفاكهة يعني مو بحجمها الطبيعي مو بشكلها الطبيعي من دون استخدام الفاكهة ما ندري إنا ما ندري يمكن هذا شكلها الحقيقي بس هي تستخدم الفاكهة بعدين فهمت؟ أوكي أوكي نقطة ممتازة الفكرة هذه الفكرة هذه قلتها في وقتها متى قلتها توقع يوم القيروسي كان يكلم كيزارو أو يكلم نائب لأدمرال وهو في السفينة التفت القيروسي وقال دعوا بوني فإنها طفلة صغيرة أنا قلت طفلة صغيرة وشي يقصد طفلة صغيرة يعني ترى هي بالفعل طفلة صغيرة ما أنا أقولك هذا لا زال احتمال وكاينو ما يرحم إيش قال أكاينو أكاينو فلتها أكاينو مساكم فكرة هم جابوه هم جود وحتى قبل فصلين طلع تكمل الفلاش باكهة معها يعني بس إنه نفس الموضوع ليش بوني بالذات بعيدا عن سالفة إنها ملكة يعني إنها من ناس الملكي فتقدر من سالفة كومة يبديهم يكون فيه واسطات أو أو شي اللي قال القيروسي قبل كم فصل اللي هو إنه ما عدا نحتاجها كنا نستفيد منها أول فهمت ما أدري كانت تصغر أعمار ناس يبونها تصغر أو أو جمادات ترى ترى الموضوع دائم كما يفكر فيه كثير بس ترى ممكن تنقص جمادات عمرا لأنها لأنها يوم جت تدخل تلعب بعمر أي شي تلعبت في الباب صح أي في الباب عشان تدخل سالفة الذكريات فأقولك ممكن ممكن إن الموضوع موضوع الطفلة مو موضوع يعني ماشي عشان هم شيبان قالوا لها طفلة فهي طفلة فهمت ممكن يعرفون هم حقيقتها وأقرب شي له آخر ثلاثة فصول فيقابان كل ما جاي نادبون يناديها بالطفلة لا تنقص بس برضو أحنا ممكن نحط احتمال إنه تعرف والله أنا ما أنا قادر أفتكر كويس يعني رفرنس مرجع في أنيميات أو قصص ثانية بس في الأفلام والمسلسلات عادة أنا الشخصية الكبيرة الشخصية الكبيرة في الفيلم في المسلسل لما يجي شخص حتى لو كان شاب هي كيد كيف حالك الطفل إيه إنه أنا أفتكرك من يوم أنت صغير مثلا إنه كان بينهم عشرة عمر أنا أفتكرك من يوم أنت صغير وبظل ناديه كده تلقائيا يناديه طفل كيف حالك الطفل كيف حالك صغير فممكن تكون حاجة زي كده إنه لها علاقة بماضي بينهم وإيش خلاص الكلمة لازق فيهم وكيزو ياعم 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 ضارب قاعدين تباقصوا ياعم ياعم فاهم زي اللحية كوزو ياعيال ياعيال أطع هناك لا أشوف شوف بالله أصد أنا أقول لك الأصل الأصل أنها مهي بالطفلة أن هذا عمرها لأن ترى أظن حتى يمكن في الفيوفر كارل ذكر أودة عمرها ولا في أحد تصاريح بس لا تعترف باي شي يسمى تصريح أو شي ممكن يجح موضوع الدوامة هذا ترى مرة ممتازة ملاحظة أنت لاحظتها رهيبا أنه خرجت من الدوامة بجسم طفلة صغيرة معنات أنه تعطلت الفاكهة ورجعت لشكلها الأصلي وهذا الطبيعي أصلا هذا الطبيعي هذا اللي يصيب بس ترى مم لازم تتعطل عشان كده مم بالضرورة لأنه في مثال لوفي يوم كان تحت في أرلونغ تسحبوه في أرلونغ بار سحبوه يعني الفاكهة متفاعلة ولكنه ضعيف لوفي لا يقدر أتحمل فأنا أعطيتك المثال أنا أعطيتك المثال فقلت لك هي ضعيفة فالمفروض تحولها يبطل المفروض تضعف لدرجة تحولها يبطل فهمت؟ ولكن مثل ما قلت لك لا زال الموضوع يعني لا زال الموضوع هو على أصلها يعني إنها إنها هي كبيرة بس ينادونها بالصغيرة وهذا الأصل إلى أن يثبت لما نشوف لما نشوف الافتراض أنا جالس أقل في صفحات الفصل تقريبا يعني معظم الأشياء اللي مرت علينا في الفصل يعني كانت متوقعة زي ما قلت لك بالذات موضوع الصلاحيات وموضوع الباسيفيستا وانقلابهم كلها كانت متوقعة كان عندي أمل بسيط زي ما قلت لك إنه القرسي يلغي يلغي الأمر ويقولوله سر في حالك بس وبعدين يضطر ينزل قاتل بس لا نزل قاتل وقلب الباسيفيستا في نفس الوقت إبرا أباك بس أباك تثريني في ذي النقطة يا أخي قبل كم يوم كنا نسولف أنا وأنت أيوه وكنا نراجع على الفصول قريتني لقطات من فصول قديمة في أون بيس وكان فيه فريمات عظيمة جدا قاعد يرسمها أودا أنا ما أبغى أفتي لأني مش خبير بقدر ما أنت خبير وقارئ الفصول وقد رجعت هل أودا فعلا قاعد يقصر في موضوع الرسم ولا هذا المستوى الطبيعي لا أشوف يعني شوف في أحد الفصول اللي راحه واللي قبله يعني أنا متأكد أن أودا ما كان يرسم بيده يعني بأي عضو من جسمه ما أدري بس مو رجل بعد أخيص ما أدري والله صدق هو صدق نازل مستوى في الرسم ولكن في شيء مشهور عند اليابانيين أنهم يجهزون عدة من الفصول بعدين ينزلونها فهمت بمعنى أن الآن عندنا مثلا عشر فصول أو عشرين فصل أو إلى الحد اللي يحطونهم الفصول هذي أودا رسمها قبل العملية بالافترام هذا أن الفصول اللي قاعد يشوفها الآن أودا رسمها قبل العملية يعني نقول نقول يا رب لأن الرسم اللي قاعد أشوفها أنا مو بطبيعي يعني مو بس سنت اللي قاعد تشوفها كل المتابع اللومبيس متابع يعني فاهم مركز في الموضوع ذا بيشوف أن الرسم سيء بشكل جنوني بالنسبة الأودا أتكلم أنا بقيل لك من مقديم شيء نقاد نبودا نقاد نبودا برسمها القديم يعني رسمها القديم جنوني يا رجل فريمات مجنونة حتى في الفترة الأخيرة كان يرسم فريم تحس أنه كذا حلو بعدين اللي قبل في مقارنة جهت يا وجود على رسم القروسي رسم أودا القروسي كذا كلهم على الجلسة كذا وجابوا فريم قديم للقروسي وجود بكاء فرق أوف يا وجود يا الفرق الفرق تبكي منهنت قسم بالله يا شيخ القروسي اللي قبل أشوف حبة الخال اللي هنا من كثر تفاصيل التفاصيل يا الله جنون الآن عرفت الشخبيط اللي حطها أودا الظلال تحس أن الفصل كلها ظلال فهمت معد فيه التفاصيل هذه في فريمات في فريمات يجتهج على حسب أهميتها بس أنا توقعت يعني توقعت خليني بس أنقز إلى الصفحة اللي أقصدها فيها على أساس برضو لا يكون حكمي عن طريق ذاكرتي ذاكرت السمكة بتأكد من الفريم بنفسي أنا شفت ردت فعلك على سالفة كزارو أنا رغم أني متابع وقفت أبو ثانيتين حتى في ردت فعلي قلت بعدين عرفت اللي صرخت بعدها أستعبت أستعبت بس يعني أخذت مني ثانية أنت قعدت وسألت الشيات أنت الخبرة أنت الخبرة ما شاء الله لا صدقني لها دوق يعني على سبيل المثال الفريم هذا الفريم هذا اللي هو اللي هو تبع القديس ساترن أي واحد أول أول ظهور أول لتحوله ماسك العصة والغيمة حق الإيقاظ أوكي اشتهت أودة في الرسم فخم بس بعدين قام قال لك خلاص شافوا الشكل يلا بس شوف الفريم الأخير يظنها فضل الفريم اللي هو رسم اللي هو إيه إيه هذا حلو لأنه حتى الفريم في تفاصيل كثيرة وفي شخصيات كثيرة ومزدوت ظاهر ظاهر فيه فرانكي ظاهر فيه سانجي ظاهر فيه بيقابانك ظاهر فيه ومع ذلك حافظ على ظهور التفاصيل بشكل كويس بس أنا أقصد يعني في فصول قديمة أنا ماني قادر أفتكر لأنه كنت تحرق الفصول زي من شايف فاصل ورا فاصل فاصل ورا فاصل في مرحلة ما هل كان أودا يرسم كل فريم بذمة وضمير ولا فيه تقصير ما بين فريم وفريم لا فيه فيه يعني قصدك تفاوت يعني على حسب الحدث أحيان الحدث أودا لا والله يركز على الموضوع ذا أنت لو ترجع بس على أحداث تحسينها مهمة أنا توقع الجوي بوي بدع هناك بدع بالذات نزلت لوفي من السحب رجله الكبير رديك أفتكر كان فيه فريمات واضحة للجوي بوي تشوف تفاصيل كانت حلوة فريمات حلوة بس فيه فريمات أفضل منها تذكر فريم وريتنيا حق اللحية البيضة وهو حاضن هذاك زي كده وكلام كده مثل المريم أنت الآن أعطيتني حدث حدث مهم للقصة أبدع في المريم أبدع لازم يبدع غلط أنه ما يبدع أزيدك من الشعر بيت اليوجن الله اليوجن يا الله يا وجود يا الله يا وجود فدع علشان الخشلع اللي فيه لا 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 أنا ما تكلم عن الخشلعة أنا ما أنا ما أنا ما تابعت صنفصة الخشلعة لا لا فاهمك فاهمك هي البداية النزول لا هي البداية النزول شفت شفت يوم تيجي القروش يوم يجي اللحي البيضاء على قرة لوفي شفت يوم يجي مع الشجر الرسم يا بجود يا الله الرسم جنوني أمس أن يرجع أشوف الفصول لا أنا أنا قدر أنا يوم يوم كنت تابع وقتها تذكر رمستعان سنة لحين مرة أنا ما راح أقدر أستوعب فريم إذا أنا شفت أنيمي وأنا وقتها لسه ما أنا مطلع على المانقة ممكن أنت إبرة ترى يا جماعة كان يعني طول ما أنا تابع ومبيس الدسكورد عندي ما يسكت يجيب لي الفريم شوف الفريم هذا شوف الفريم هذا بالذات في المرينفورد وراني لقطات رائعة جدا رأس اللحية البيضة كيف حرفوه في الأنيمي عساس بس يتماشى مع التصنيف العمري القصة الضربات في في فريمات صراحة إبداعية بس أنا أقول لك مستحيل أفتكر قدي إيش هي حلوة لأني أنا شايف أنيمي فاهم وقتها لكن الحين لما أنا بدت تابع ما نجل بعد أشوف القفز القفز في الرسومات دي شوف رسالت لك فريم للقروسي قديم شوف التفاصيل اللي فيه يا واد عضلات الصدر الشروخ التفاصيل تجاعيد الوجه أقول لك تشوف النية مرة أنا في حال أني نسيت أحطه في المنتاج بس كده بحط الصورة يعني شوفونا لا بجيب لك جود أفضل بعد أرسل له تبي أرسل لك يا بس علشان يفهمون الفكرة لا أنا عادة بحطها في المنتاج إن شاء الله بس لا سمح الله ونسيت يين يحيانا أنا أنا مع التسكيب مع قلق مع التسكيب كده في والقصقصة أفوتها فموضوع الرسم هذا خلاص نتفق أنه لا فعلا أودا مقصة لا فيه فيه نزول في المستوى في الرسم أنا جاه في بالي يعني كنت قاعدة سؤالة قبل فترة كده مع نفسي بقلت يمكن أودا مؤخرا يعني لأنه مضغوط نتفليكس تخابط معه هنا وممكن قاعد وأنا متأكد أنه أودا أكيد كونيكتد مباشرة أو متصل يعني انجيج مباشرة مع مع توي أنيميشن بخصوص حلقات الأنيمي يعني هذه هذه أودا بنفسه قالها لكن أنا ما أظن لشي يعني أنا أنا كنت أفكر فيها يعني أجي أقول في حال ظهرت شخصية جديدة في حال هل الستوديو يجتهد يلون شعرها أي لون يلبسها أي لون في حدود على حسب الحدث وعلى حسب المكان في تصريح الأودا في وانو قال أغلب الألوان في وانو أنا أعطيت الحرية فمرة تشوف هاكي زور بنفسه يجيك واحد يقول شوف البنفسه يرمز إلى إلى زهرة القرنفل مرة ما لا دخل فهمت هي مرة ما لا دخل في الموضوع يعني قالها أودا بعدين يعني مرة تشوف هالة زورو ذهبية مرة تشوفها حمرة مرة تشوفها ذا في وقت من الأوقات كانوا يقولون لا هالة دفلمينجو الموفية هالة لوفي هي الحمرة هالة كاتاكوري كانت مختلفة هنا ممكن كنا ندخل في الجو هذا فهمت بس هنا أودا قال لك في وآن أنا أعطيت الحرية للستوديو في المشاهد اللي من مهم مرة فهمت يعني مثلا المفروض المفروض أن صدام كايدو لوفي سالفة الملكي المفروض أن أودا عارفها اللي الأزهار اللي طلعت اللي تحسنك داخل مشتل فهمت هذيك هذيك أكيد المفروض أن الألوان هذه من أودا المفروض أنه يعني يرضى بعده تصور سالفة الهالة الذهبية وهي طلعت دائما صارت تطلع دائما مع الملكي مع التغليف وكانها رمز للملكي بس أنها يخطي أحيانا وتصيب أحيانا فامي بدقيقة يعني إلى أحد يأخذها كأساسي يعني سالفة ظهور الشرار الملكي مثلا في آخر فصل بما أننا أتكلم عن آخر فصل ظهور القروسي من تاعة هذا كان فيه شرار هل معناه ملكي المفروض ملكي المفروض القروسي يستخدم ملكي طبيعي بس هل هو ملكي تقدر تزم لا وألف لا فهمت سالفة كوبي طلعت بعضهم اختلفوا هناك شوف الدلايل من هنا وهنا وهنا فهمت هل هو ريو هل هو ملكي ما في أي شي يثبت أن ملكي أو ريو للأسف نعود أدراج أنا إبرو طيب يلا روح خطأ التقني صار بالمهم المهم ساتر الحين أنا لن يفهم إيقاظ ليش تحول إيقاظ على طول هو سؤال بجود صدقة سألك سؤال هل تشوف التحول اللي تحول هالقروسي هذا ساتر هاي برد ولا عادي ولا تحول كامل تحول كامل لازم تختفي ملامح وجهه المفروض خشمه موجود وجهه لحيته موجود بس خشمه كبر لأنه الميثولوجيا يصير وجهه يفترض إذا تحول تحول كامل وجهه لازم يصير وجه بقرة بقرة سوداء هذه الميثولوجيا إذا بتأخذ الشكل لأنه لما تأخذ المرجع الرفرنس كايده لما يتحول إلى التحول الكامل إيش يصير تنين شكل تنين كامل حتى وجهه وجهتني الهايبرد لا يظل كذا فيه ميكس ما بين الاثنين اللي هو الهجين وهذا اللي صار هذا اللي أنا شايف والحين لدرجة أنه يعني خشمه تغير كبر وكذا وجه تغير ملامح وجه الأساسية ها أنت قصدك أنه هذا هذا التحول الأخير هذا المفروض أنه الهجين المفروض أنه الهجين والهجين والهجين هو أقوى تحول إذا ما فيه تحول ثالث أو رابع أو خامس زي اللي صاير مع الوتشي والووتشوبر فهمت فالتحول هذا سالفتني ينزل على طول بالإيقاظ وبعدين في التحيات يفعلها بالبوني تيجي تطعن ويطلع دم والله أنا أنا لو تشوف ردة معلي على الفصل عرفت اللي بعد ما وصلت للطعن ما قدرت ما في ردة فهمت مع الجاف في بالي شي فهمت لا هي يعني في سياق القصة يعني في سياق تشويق المتابع ويعني كده رسم لحظة حلوة لنهاية الفصل هي حاجة حلوة ممتعة أنك تشوف طعن كده دوب ويظهر دوب ويتحولوا عليه قاض وتيجي واحدة تطعن لقطة حلوة ومبررة أنها كانت غضبانة وتربط فيه كلام قالته بوني في النهاية أنها قاعدة تتذكر كلام كده لأنه لازم يتمحو وعي كوما تماما لا تبقى منه أي شي وكان فيغابانك يرد أو مدري مين اللي كان يرد يقول بس لو مسحت وعيه كامل كوما سوف وما اكتملت العبارة فكأنها قاعدة تتذكر شي صار في الماضي من ذكريات أبوها وغضبت وطعنت ومني عارف بس أن الطعنة ذي ناخذها بمحمل الجد وأنها بمؤثر كلام فاضي كلام فاضي بس الحقد هذي وش وش معناه يعني القيروسي هم اللي قالوا البيكابانك أو الحكومة بشكل عام وهي حقدت عليهم في حوار بالضبط عشان كذا كان غضبها جدا مبالغ مش مبالغ يعني عالي جدا تجاه الضربة هذي كوة طب هل تشوف أنت أنه خلاها هو تطعنه ولا صدق تفاجأ من النشافة يعني لأن أنت عارف أنت عارف أنت لما تتكلم عن شخصية في مستوى القيروسيت تتكلم عن شخصية في مستوى إيموسامت تتكلم عن شخصية في مستوى أقوى الشخصيات في العالم تترك نفسك دائما الحدث يخليك تترك كده في نفسك سؤالين هو قال هو خلاها بالفعل والله هي الغضب خلاها أقوى لدرجة أنها قدرت تضربه أو أنها مصدم بما أنه يعرفها فهمت يعني لو كنت تواجه شخصا تعرفه وشافته فهمت يعني أنت لو تشوف واحد تعرفه بيتغير الموقف عندك بس أنك كنت جاي على أنه عدو فجأة فهمت قصدي أعلمهم أنا أنا بيوصل لسؤاله بيسألك هي أحد ذا المرة هل ترى ساتر أقوى من كزار شوف أنت لازم تأخذ الموضوع أول حاجة من منظور من الشخص وإيش الفاكهة اللي معه وإيش القوة والمهارات اللي يتمتع فيها يعني على سبيل المثال لو أعطيت فاكهة التنين ذو التسعة رؤوس وثمانية رؤوس الثعبان مديل الحي اللي معه أوروشي يا بزنك كيف توظيفه للفاكهة سيء ما يعرف حمار مات 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 انتهى خلص أنت المتكلم عن القروسي أنت ما تتكلم عن شخصية في مرتبة أوروش أعطيته فاكهة وقلت له خلاص يعتمد لي على قوة الفاكهة الفاكهة هذه الفاكهة هذه بتخليك قوي لا الفاكهة ما بتخليك قوي إذا أنت حمار أوروشي نفس الشي أوروشي حمار بس معاه فاكهة قوية استخدامه لها هش طلعنا في النهاية حمار ما يعرفي ظالم مجرد شكل ما هو قاعد يسوي شي لكن لما تكلم عن عن القروسي أنا متأكد مليار بالمئة إن القروسي أقوى يمكن أو أو على الأقل في نفس مرتبة قوة الأدميرالات ما فيها كلام يعني سواء كقوة فاكهة أو كقوة مهارات قتالية أنا مستحيل أعطي واحد منصب كبير في البلد قروسي وأعطيه فاكهة مثك زي كده خطيرة ما نعرف قديش خطورتها إلى الآن وأجي أقول له أنت ما تعرف تقاتل بس خذ الفاكهة هذه سوف تحميك سوف تخليك تقاتل لا وتذب على يونكو وترسل على يونكو بعد الحين ترسل على يونكو على مكان فيقابانك يعني رغم أن رغم أن لوفي ما كان في الفكرة إرساله إلى الآن إرسال القروسي إلى الآن الفكرة اللي فاهمينه أنه علشان موضوع البس فيستين طيب شوف أنا وجهة نظري الحقيقة إذا كان يعني هو ببساطة الأصل عندي كزارو هو الأقوى إلى أن يثبت قروسي ليه شوف بقولك ليه أنت الآن بتقول لي يعني أنا ترى ما أنا بكاره الموضوع بالأكس أنا بحب الموضوع بس يعني أنت بتقول لي الآن انكيزارو أن القروسي هذا أقوى من كيزارو أنت الآن أعطيت أربعة أنهم تسعين بالمئة بالنسبة لي هم أقوى من ساتر الأربعة الباقية بتقول لي ليه عادة أن أهدا يظهر الأضعف أو أنه يظهر يعني عرفت لي التعزيز تسلسل القوة إيه إيه أو أنا يطلع يستعرض مثل ميهوك بس هذا كاستعراض ما نفس هذا مستحيل يعني فهمت إذا كان ساتر أقوى من كيزارو فمعناها بالنسبة لي أنا ساتر أقوى من الثورة الأخضر وبشكل كبير أقوى من فيجيتورة أقوى من الثلاثة أدمرات جميعهم طيب ما تحس أنه هذا الطبيعي اللي المفروض يصير فهمني شوي إذا أنه وصلنا للمرحلة هذه فأنت بتنتقل إلى مرحلة أخرى مرحلة جنونية مرحلة اللي هي الحكومة الحكومة لن تهزمها لو بو كلو لو أنك البطل لو أنك الجوي بوي بمعنى أنك تحتاج إلى تحالف مع شانكس مثلا إلى تحالف مع تحالفات شانكس إلى شانكس وطاقم هليونكو اللي يعتبر أقوى طاقم حالياً موجود ليه؟ لأن عندك بيروسي خمسة منهم هذا زيادة على إمسمة المفروض اللي تكون أقوى منهم بمراحل فرسال مقدسين قائد الأسطور كونغ إذا هو بيكون موجود سنقوكو إذا بيكون موجود أدميرالات ونواب الأدميرالات اللي أودى في أحد تصريحة قال أن جزء كبير منهم قريبين من قوة الأدميرالات ولو ما فيه الأدميرالات هم صاروا أدميرالات يعني هم قريبين جداً من الرتبة هذه إذا أنت وصلت للمرحلة هذه يعني اليومكو حشرات لوجود مش بالضرورة لا بالضرورة إذا كذا أنت معناها تقدر تمحي الأرض ومن عليها إلا إذا أظهرت لي الشيء اللي أنا بيكتظهره اللي هو الوجه الآخر اللي اليومكو فهمت؟ يعني أنا أقول لك أن اللحي البيضاء أودى أظهره بشكل علشان ما يظهر قوته ولا اللحي البيضاء وكانوا الناس يشوفون أنها يعني سوء ليش ما توريني اللحي البيضاء وقوة الأساسية لأنه هو يوريك إياها مع البطل قدام مع تقدم القصة يوريك القوة وكيف تطورها نفس سالفة كايدو الآن أعطاك كايدو بوصة ضعافة وحتى مع رقية لوفي الأخيرة قبل التحول يوم كان لوفي بالسنيكمان نزلت ياماتو مع مومونسكي على السحاب فطاح كايدو أو إنحن كده على البسيط وقالت هل معقول أن قوة كايدو تضعف قبل استخدام القير فهمت؟ فكان أودى بسلوبه هذا معني أرى أن في قوة من كايدو أنا بعيدة عن وجهة النظر هذه يعني بس إنها أودى ما أظهرهم بالقوة اللي نفسه ما يشوف حاليا فهمت؟ يعني مواجهة فردية واحد ضد واحد بالكلام هذا يعني إيش؟ يعني إنهم أصلاً ما أظهر قوة اليوم كو وأنا أقول لك يا من الحين تيتش أقوى من اللح البضاء في عز مستواه لازم الشيء ده يكون موجود وإذا الشيء هذا مموجود أنت قاعد تتكلم بموضوعية ولا قاعد تستهب والله أني أتكلم بموضوعية ومنطقة أوكي لا ما عندي مشكلة أنا بالعقسة أتقبل جميع على رأيه بس أبغا عرف أنت جاد ولا قاعد تستهب لا والله أتكلم بموضوعية لأنك دائماً لما تجيب موضوع تيتش تجيبه باستهبال لا لا بعيداً بعيداً بس إن تيتش لازم يكون قوي يا وجود استفادة للقصة والله يعني لا لا الطبيعي الصح العقل يقول لك إنه تيتش بيكون قوة مرعبة أصلاً هذا الطبيعي يا سلام عليك بعيداً اسمع يعني نطلع تيتش في ناخ خفعة بألطم أود أنا أصلاً تدري وش المشكلة بوجود في الفترة الأخيرة ما قعد أن ناظر الفاكهتين شي تدري ولا لا بيعرف قوة تيتش والشي اللي في جسده هذه بعيداً عن الفاكهتين هذا حدث للوجودية لأن لأن تيتش ويستخدم الفاكهتين ما كان يتفوق على لاو بس بعد ما انتهى بعد ما أخفاننا الموضوع لقينا لاو مهزور نفس الشي مع إيس نفس الشي مع أكثر من شخصية قتالات تيتش يجيب لها كده فجوة ما تدري إش اللي صار فيها ما تدري إش العلم بعدين على طول يفعل الشي اللي هو يبي تيتش ما تنون ليه شانكس كان يهابه قراءة قراءة نظرية تقول إنه شانكس نتيتش غير فاكهة الظلام غير فاكهة الزلزال في فاكهة هو ماك الفاكهة يعني الفاكهة هذه تخلي تيتش يعتبر ملك فواكه الشياطين خلينا بس تطلق إياها الآن يقول لك إنت لما تأكل فاكهتين المثك المنتشرة في قصة ومبيس إنه ذاكلت فاكهتين الشياطين تضارب قدامك وتنفجر إنت هذه الخرافة المنتشرة بينهم فهم بنوا النظرية هذه بناء على هذه الخرافة يقول لك لا تيتش ماكل فاكهة ملك شياطين ملك من ملوك الشياطين لدرجة إذا أكلت فاكهتين الشياطين تخاف ما تضارب داخلك تسمع كلامك فهمت الفكرة أو لا هو الفكرة الأساسية أنا ما أحبها صح ما تقبلتها عشان يتقبل لا لا أنا أقول لك إنه جات في بالي بس أحكي لك يا يعني سالفة إنه في فاكهة بأي إن كانت الطريقة نقول إنه في فاكهة مكنت أن تاكل فاكهتين الشياطين نفسهم ذولي فواكه الشيطان لها مراتب بطريقة ما داخل الإنسان نفسه لإن القروسي قد تكلم عن سالفة تيتش وإن أكله من الفاكهتين فقالوا ما في أحد قد سواها أو قليل تصير زي اللي من النادر إن واحد يسويها يتجرأ يسويها وغالبا لا تستغرب إن الحكومة تيشر لشاعة هذه علشان ما أحد يأكلها وسير قوي مسلم تدري والله إنه حرفيا والله أقولها بلا كذب ودي كذا يعني أنام نومة طويلة وأصحى يقول وانبيس خلص لا يا شيخ الله محتوانة وين يروح لا لا أنا أقصد من كثر كمية التشويق والأسئلة الجنونية والألغاز الكثيرة اللي أبغالها إجابة جوبة كنت تسولف معايا هوجست ترى هوجست رح باقي تيتش ما نعرف شي باقي شانكس ما نعرف شي باقي الفرسان المقدسين ما نعرف شي باقي الشي اسمه ذاك الدراغون ما نعرف شي باقي 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 أنا أقول لك أسئلة كثيرة أسرار نقدر نخلص ذا كله في خمس سنوات أنا أقول لك يا بجود توظيف أودا هو اللي بيخلي الموضوع أسرع مما نظن يعني ما كنا نظن أننا بنتقدم التقدم ذا بعد وان وترى والله أكون معك صادق أنا ما كنت أظن الشيء ذا أنا حكيت عن موضوع أنه أودا حتى اختلفت كتابت بس السالفة هذه اللي أقول لك عنها أنا توظيف أودا يرجع على سالفتنا الأولى اللي بدينا منها سالفة من أقوى كيزار ولا ساتر الدوارة ذي كلها علشان أقول لك الموضوع هذا قصصيا الموضوع قصة كمحبين للقصة أنا ترى ما تكلم عن محب لشانكس على شانكس خلي يولي أنا أتكلم عن القصة بشكل عام إذا قوى القيروس وكانوا أقوى من أديميرالات بتزود القصة قوة العالم بيكون أقوى الوضع بيكون أصعب فهمت سالفة أنا أول نشوف اللوفي أقوى من رويزار نزل لي إيم ساما نزل لي فلان نزل لي فلان أنا أحب الأسئلة هذه الآن أنا أقول لك الآن أول ما كنا نشوف ومبيس له علاقة بالقوة ما كنا نربط الموضوع الآن لا أختلف الموضوع الآن كل شيء بالقوة كل شيء بالقوة كلنا ما مشانع القوة أصلا فهمت فنرجع الموضوع أنا أقول لك الأصل الأصل اللي اللي ظهر في الوقت الحالي أرى أن كيزاره أولا قوة ليه لأن كيزارته كيزارته حلو كيزاره لأن كيزاره وظيفته مقاتل وظيفته سلاح للحكومة فهمت فيكون أقل من ساعة الله مشكلة يعني أنت بتوظف ناس تحتك أقوى منك من لي موظف كيزاره شوية منطق أبو جود مين 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 في فوق كيزاره أكاينو وفي فوق أكاينو الفرسال مقدسين وفي فوق مين فوقهم القروس وفي عندك إمسامة كيف تقول أن القروس ممكن يكونوا أقل قوة هذا واحد منهم أنا أقول لك عن ساتر أنت حكمت عليه عشان شكله رأسه بقرة ورجوله عن كبوت لا يمكن وعشان طعن بسهولة ما الموضوع ذا والله بجود شي صدق يعني أنا أقول لك يعني ملا دخل شكله بس أنا أقول لك من زمان نبيك وصلي عليه اللهم صلي سلم الآن خلينا نحكم على الموضوع كذا يعني يعني نطالع كذا من فوق يلا يا سلم على الصور خلينا نحكم خلينا نحكم على الموضوع يعني كذا من جد يعني أنه بمستويات قوة يا سلم أنت لما بتحط شخص معاك في القروسي أنت أي مسمى وبتوظف واحد في القروسي هذا في حال أنهم كانوا موظفين يعني إذا ما كانوا أخوان خمسة ما أحد داريش وضعهم على الأقل على الأقل إذا ما بتعطيه فاكهة زون أسطورية بتتأكد أنه مرة قوي أنه مستعد لأي انقلاب يحصل أكيد لازم يكون قوي بس أنا فكرة أنه أقوى من كذا أنا الأسئلة ذي ما أحبها لأنه أصلا عالم ونبيس والقتالات في ونبيس ما تعتمد على قوة الشخص فقط برضو فيه موضوع توافق الفواكه إينا لما يضارب معلوفي النتيجة محسومة لكن إينا لو يضارب مثلا مع شخصية ثانية فاكهة النار مثلا نتيجة مختلفة مع فاكهة الدخان نتيجة مختلفة ما نقدر نحكم على موضوع ونبيس بس الهاكي يعني قلل الفراغ قلل النسبة هذه أوكي يبسد الفجو هذه بنسبة كبيرة بس برضو له دور له دور أنا ما أختلف معك بالعكس أنا أقول لك لو كان القروسي أقوى من كيزارو بالعكس أنا بستاني استدري ليه لأن هذا كلامي ترى من قبل وانو كنت أقول إن إيمسامة هي الأقوى لأنها هي العدو الأخير أنا ما أشوف أن أكاينو هو العدو الأخير لازم ما يكون أكاينو العدو الأخير أكاينو شفت أنا قوتها أكاينو أنا شفت قوتها أكاينو وراك الكاتب قول كم فصل يقاتل كومة شخص توريني قوتها بعدين الشي اللي خلى أودي يعني يبني لوفي وتيتش كذا من بداية القصة مع ذلك ما أظهر قوت تيتش توقع ليش يعني لأنه تيتش لغز من ألغاز إيه لأنه مستقبل بالضبط نفس إيمسامة أكاينو مقاتل ما حد يختلف عليه مجرم سفاح ولكن يعني أمنياتي تقول أن أتمنى يعني مع سابو ينتهي الموضوع مو بس نقاصا في أكاينو بس ترى يعني ثقة في سابو سابو مو بسهل نهائي مو بسهل موروض مستقبل أن يوصل للمستوى هذا تدري وجود المعلومية بس لأنها ساعة عشر دقائق نصور ايو ايو خلاص عساسي بنقفل طيب يبرأ مع عساسي بس برضو ما يطول الفيديو ما يطفش المتابعين من الفيديوهات إذا طالت أكثر من لازم تصير بورينغ مع أنه السوالي في وقتها اللي يكونوا لأشخاص مقحمين فيها موضوع مختلف طيب خلينا بس نقفل جزئية دي أنت ليش تشوف أنه كيزر أقوى من هذا إلا أني أشوف الأصل فهمت إلا أني أشوف هو الأصل حاليا أنه هذا حام لهم فيفترض يكون أقوى أتمنى أن القروسي أقوى مع أن على خشم هذا يخسي طيب حيلو حيلو خلينا بس نقفل النقاش بالنقطة الأخيرة اللي كنت بسوالف عنها اللي خلاص ما توقع بنطول فيها إيش توقعك للفصل القادم أدري بس بيكون تكملة ما ظنيت بيطلع يعني أتمنى بس يجيب موضوع كومه إيه ولا لا يعني إيش إيش أتمنى يجيب موضوع كومه صراحة يا ربكومه يا ربكومه يا ربكومه يا ربكومه والرابوت الرابوت اللي للحين أيه حلو أصبر أصبر في شي بعد زيادة يشي زيان تدري الى الان يا وجود وهده ما ورانا وين طاقم تيج عنهم وصلين قبل البحرية بفترة في الائقهيد ايه ام وساحب عليهم ولا ندري وان والان الروبوت والان الروبوت ممكن يتدخل بعد يس يس الروبوت ننسي موضوع الروبوت لشين كده برض ذكرنا موضوع الروبوت الروبوت ممكن فيه لاحظة نشوف له تدخل بس المشكلة تدريش المشكلة في موضوع الروبوت انه ما ندري ايش بيكون تدخل وشنوع التدخل اللي بتدخل وشنوع بيفزع معنا بيفزع ضدنا وشي بيمعلوفي ولا يطلع مع حكومة العالم توست لا هذا توست لا ما تدري لا اللي بوصله لك ما ندري ما ندري هو اش وضعه ولا بما انه استيقظ على ايقاع الجوي بوي معناته انه يضطر يخدم الجوي بوي تلقائيا كذا يعني يا رجل وصلنا للمرحلة ذي مع ذلك منا بقدرين نحدد وشي الصدمة اللي بتصدم العالم ما في شيء ما في جاي ما في واحد من المتابعين اكررها اكررها في الشات الين ادنت قال لي يوجيها الصدمة بتكون انه هذا ساترن بيموت واتذكر كلامي طيب هذي قديم عديم فاكرين فيه هنا من زمان لي ولا انه قصده بعد خلاص بعد ما شفنا البناء هذا في القتال وبعد ما شفنا انه بدأت تبان شوية من نتائج الفوضى دي قال لك ساترن يموت وبتكون هذه هي القنبلة التي سوف تهز العالم لا وتقتل ابوني اعلمك حاجة لو مات ساترن والله ما بحلف لو مات ساتر حكومة العالم بتخبي الخبر ما راح يعلنو مش هذا الخبر يا سلام عليك بس ما يمديها تخبي معديها معدي يمديها يا لونيس معدي نسيت نسيت أبو زق خوي ايه يا جم صاحي ايه ش اسمه مورغن 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 نسيته صاح صاح والله كله جايز والله كله جايز ما فيه انا ما ادل انت انت تنبسط لما يصير حدث غير الشيء لانت متوقع او لا لا وفجأة يجي شخمطك بشيث هاي امام استانس انا امبسط اكون سعيد امبسط انه انه فعلا احنا ما زلنا في حدود صعب نوصل لها ايه يا رجل خلينا نقارئين ومحللين ومراجعين ونفتح رياكشنات يا رجل اكثر حدث ضحكت عليه يوم سالفة وشيمارو اه وشيمارو هو اسمه وشيمارو وشيمارو الضهر اه سالفة زورو كنا نقول ان ابو زورو خلاص انا في وقت المانقة في وقت نزول الفصول كل شي كنا نقول كنا نقول ان ابو زورو 100% فهمت وصار تتوقع الصار وده رد في تصريح قال لا مو ابو زورو ابو زورو ولا راح تعرفون من ابو زورو لا ايه في وقتها ايه في وقتها وقاعد علينا وقتها عرفت اللي قمت ضحك أنا قل طيب والنظريات واللي قاعد يبرر واللي قاعد يقول سيتقابلون القصيب أنه يشبه زور ويخرب بيت بليس ونسخ الأسق بس اللهم كده كبير في السن أكبر منه الخال الخال والد تعرف المثل ذا الخال والد طيب الله أعطيك العافية والله إبرك وكالعادة والله دائما يعني دائما أستمتع بالحوار معك والحوار في عالم ونبيس أصلا ممتع وصدقوني لو ما إبرك طالع في الساعة والله ما دريت والله أعطيك العافية والله أعطيك العافية وما هي أول مرة أصلا يعني نهيم كده وإحنا ما نحس في الوقت ما يوم بيس نسباح نسباح أظم قد ذكرنا المعلومة دي لهم صح جلسنا مرة نسوله في ثلاث ساعات ما درينا والله أعطيك العافية والله إبرك عندك شيء ضيفه تعديل بس مب مرة كم مرة كثير آخر مرة يوم جلسنا نصور صورنا فيديو في قناة إبرا وصار عطل تقني زي كده أعلم أنه التصوير كان مدة ساعة وبعدين وقفنا تصوير وحاولنا نحل مشكلة المشكلة التقنية ما قدرنا وفجأة جلسنا نسوله ثلاث ساعات عنه عن الشيء ذات ما في لا بث ولا شيء كده سوالي في ديسكورد اي دي اتش دي اي دي اتش دي رعطيك العافية الله إبرا أعطيكم العافية جميع المشاهدة قناة إبرا وحساباتي وكل حسابات إبرا وحساباتي رح تلقوها موجودة في صندوق الوصف وكرر يا أخوان الولد دا نابغة وصدقوني يوما ما يوما ما رح تكتشفون أنه رح يكشف أحد أسرار ونبيس غير أسرار يعني اللي اكتشفها وتراني عند كلمتي تراك بجين الطايف بإذن الله جلسك على كرسي اللي اعترافات هناك وأكدك ثلاث ساعة بإذن الله أعطيكم العافية جماعة اعطيكم لايك اشتركوا في القناة ومشتركين تابعوني موقع التواصل اجتماعي كم معاكم الوجيه وإبرا شانكس من قناة إبرا شانكس إيمان الله